لم تهدأ أسرة القضاء العراقي ولن تهدأ بعد أن فجع مجلسه الأعلى بحادثة اغتيال القاضي الساعدي المختص بقضايا المخدرات في ميسان فالحادثة كشفت عن يد لا دولة التي أصبحت تطال جسد القضاء العراقي بعد أن أوجع الأخير الخارجين عن القانون من فساد وإجرام وتجارة مخدرات وتهريب شرارة أطلقها المجلس الأعلى بدعوة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة المجلس حمل الأجهزة الأمنية وقيادات العمليات العسكرية في ميسان المسؤولية إزاء تقصيرها الواضح للقيام بواجباتها قرار عاجل من القضاء الأعلى بتكليف لجنة قضائية خاصة لتولي التحقيق بالمعلومات الأولية للحادث والتي تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ إجراءات أمنية واجب انتخاذها أما محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في مغداد فقد أصدرت أوامر قبض بحق ثمانية من قادة الأمن بموجب المادة ثلاثمائة وثلاثين من قانون العقوبات العراقي على خلفية اغتيال الساعدي وتلك عاصفة يشعلها القضاء ولن تهدأ إلا بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسور له نفسه أن يتجاوز أو يعتد على سلطة القانون وهنا رسالة عاجل إلى الشعب العراقي أن القضاء مستمر على نهجه مضاحيا بجنوده الأوفياء لكلمة الحق في سبيل الانتصار دوما على كل مجرم بحق البلاد وأن تبقى النزاهة شعار القضاة إلى الأبد